السلام عليكم معكم علي أهلاً وسهلاً بكم بالدرسة الجديدة إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الأسئلة الشائعة باللغة الإنجليزية البعض يسأل ماذا يعني فعل مساعد باللغة الإنجليزية نسمع كلمة helping verb إذن فعل مساعد auxiliary verb إذن فعل مساعد ماذا يعني فعل مساعد باللغة الإنجليزية من الهام جداً معرفة الأفعال المساعدة باللغة الإنجليزية بالتالي أستطيع تشكيل سؤال ونفي الجملة وتشكيل زمن وصياغة زمن في الجملة الإنجليزية أولاً نسميه فعل مساعد لأنه يساعدنا على صياغة الزمن كما نعلم باللغة الإنجليزية عندنا 16 زمن متعرف عليه 12 زمن مستخدم في اللغة الإنجليزية ويساعدنا على تشكيل السؤال ونفي الجملة في اللغة الإنجليزية بداية نعرف ما هي الأفعال المساعدة ونبين لماذا سميه فعل مساعد تابع لنهاية الفيديو هناك الكثير من العلمات الواجب معرفتها في اللغة الإنجليزية كما قلنا أولاً يساعدنا على تشكيل أو صياغة الزمن في اللغة الإنجليزية ماذا يعني زمن؟ كما قلنا سابقاً في فيديو سابق الحيب يرجع على أزمنا شرحنا بالتفصيل الزمن يعني الوقت وقت حدوث الفعل لحظة الجملة الأولى إذن أكلت تفاحة إذن هذا الزمن المضارعة البسيط شكلنا الزمن بدون الحاجة لفعل مساعد أكلت تفاحة أيضاً هذا ماضي بسيط لا نحتاج فعل مساعد باقي الأزمنا لتشكيل أي زمن نحتاج إلى فعل مساعد لنعطي شكل للفعل اللحظة هذا الفعل بالمصدر بالمضارعة الماضي من إيت أكلت باقي الأزمنا نحتاج إلى فعل مساعد مثلاً اللحظة الفعل إيت وضعنا قبله والفعل إيت ضفنا له آنجي تصبح إذا نسمي مضارع مستمر نريد أن نعطي الماضي بدالة آمن نضع تصبح يعني كنت أكل تفاحة لقد أكلت تفاحة اللحظ نسمي هذا مضارع تام نترجم هاف لقد وضعنا هاف فعل مساعد ساعدنا على سياغة الزمن هذا يعني لنصر نكتب إيت لوحدها لو إيت مضارع بسيط اللحظ هاف والفعل بالتصريف الثالث لقد أكلت تفاحة أيضاً بالماضي التام لقد كنت أكل تفاحة إذا نسميه ماضي تام مستمر اللحظة هذا ماضي تام وعدنا فعل كون مضاف لآين جي مستمر نسميه ماضي تام مستمر سأكل تفاحة نحتاجينا أيضاً فعل مساعد إذا نسميه مستقبل مستمر سأكون أكل تفاحة إذا نسميه مستقبل مضارع تام I would eat an apple I would be eating an apple I would have eaten an apple إذن هذا فعل مساعد am was have had أيضاً had well well أيضاً عندنا well would 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 إذن جميع هذه نسميه أفعال مساعدة أفعال مساعدة لماذا؟ لأنه ساعتنا على صياغة الزمن يعني بدونها بدون آم was have had إذا لا أصدع أن أشكل زمن أو أصيغ زمن هذا السبب الأول لتسميتهم بالأفعال المساعدة الشيء الثاني أيضاً تساعدنا على تشكيل السؤال أفعال مساعدة سميت بهذا الاسم لأنها تساعدنا على تشكيل السؤال مثلاً I eat an apple أأكله سفاحة أريد أن أشكل السؤال لا أستطيع أن أقول فقط ممكن شخص وهذا الأخطاء الشائعة فقط أضع eat في بداية الجملة يعني تصبح الجملة eat I an apple وهذا خطأ يظن أنه خلص وضعنا eat في بداية الجملة هذا شكل سؤال هذا خطأ في اللغة الإنجليزية إذن لا أستطيع أن أستخدم هذه الطريقة لا أستطيع أن أستخدم هذه الطريقة طيب كيف يا أستاذ عدنا فقط زمانين تذكر فقط زمانين أعيد مرة ثانية فقط زمانين simple present و simple past المضارع البسيط والماضي البسيط نحتاج فعل مساعد فقط هالزمنين هذول باقي لأزمنا الفعل مساعد موجود بالمضارع البسيط نحتاج إلى do does كمان أعلم he she it جميعا نستخدم معاها does إذا كان مدات الجملة نستخدم does باقي الضمار I we you they نستخدم do أيضا إذا كان اسم بحالة الجمع نستخدم do إذا كان بحالة المفرد نستخدم does يعني إذا كان مثلا علي أيضا نستخدم does اسم مفرد إذا كان علي and محمد صار اثنين نستخدم do بالماضي البسيط نحتاج إلى did did مع كل الضمار مع هي شيئات مع وي وذي نستخدم did لتشكيل سؤال فقط زمنين تذكر طيب أوكي فهمنا كيف أنصغت جملة الأولى سؤال I eat an apple أنا أكل تفاحة شخص يسألني هل أنت تأكل مع I حولها إلى شو you you ماذا تأخذ do نضع do في بداية الجملة لتشكيل سؤال نحتاج فعل مساعد في بداية الجملة تصبح do you eat كما هي do you eat an apple هل تأكل تفاحة لاحظ do you eat an apple هل تأكل تفاحة لاحظ ما سوى تشكيل فقط بداية I حطت you لأنه أنا أكل تفاحة شخص ثاني هل أنت تأكل حولت I لا you حطت do في بداية الجملة do you eat an apple هل أكلت تفاحة دائما وأبدا عندما أريد أن أجيب على سؤال أجيب بـ yes أو no يعني نعم أأكل كلا لا أأكل هذا الجملة الأولى جملة الثانية I ate an apple أيضا أحتاج فعل مساعد هذا من عندي فقط كما قلنا المضارع البسيط والماضي البسيط نحتاج فعل مساعد من عندنا هو do does بالمضارع البسيط did بالماضي مع كل الأفعال يعني كل مع أي كلمة تأتي في بداية الجملة لحظة الماضي eight كيف عرفت يا ستار أوكي eight بالماضي مع تول الجملة ماضي بسيط أكلت تفاحة أثناء تشكيل السؤال كما قلنا I حولها إلى you أضع did في بداية الجملة did you وحول eight إلى المضارع يعني المصدر حوله إلى صيغة المصدر did you eat an apple did you eat an apple هل أكلت تفاحة شخص يقول طيب كيف عرف أنه ماضي أوكي بالحال أقول لدينا eight بالماضي الفعل مساعد did بالماضي أرجع eight بالمصدر أيضا أريد أن أجيب yes no did you هل أكلت أنت دائما كما قلنا الفعل المساعد الذي أسأل به أجيب به بداية الجملة did أجيب به did أيضا did you هل أكلت أنت نعم أنا أكلت يعني أرجع you إلى I yes I did no I did no I didn't نعم أكلت كلا لم أأكل إذا ترجم did لم أأكل باقي الأزمنة لا نحتاج لا do ولا does ولا did ريحنا خلص زمنين أحتاج بالزمن المضارع بسيط do does نحتاج did باقي الأزمنة لا نحتاج ولا do ولا does خلص نتهينا منها باقي الأزمنة لا نحتاج فعل مساعد مثلا I am eating فقط نضع am في بداية الجملة I was eating نضع was في بداية الجملة مثلا I have eaten an apple أضع هذا في بداية الجملة I had eaten an apple أضع هذا في بداية الجملة had أيضا في بداية الجملة well في بداية الجملة إذن هاي هي أن تسميها فعال مساعدة am, was, have, had إذن هاي فعال مساعدة كما قلنا بالمضارع البسيط do, does عدنا did بالمضارع البسيط عدنا am, is, are عدنا was, where have, has, had will, would إذن هاي هي الأفعال المساعدة في اللغة الإنجليزية تساعدنا تشكيل السؤال تساعدنا تشكيل النفي وتساعدنا على صياغة الأزمنة كما قلنا نريد أي جملة نحاولها السؤال مثل هذه الجملة I will eat an apple سأأكل تفاحة كما قلنا I حاولها لأ, you ممكن شخص يصنع نفسه عادي تصبح will I eat an apple ما في مشكلة يعني هل سأكل تفاحة أو شخص يسألني هل ستأكل أنت I حاولها لأ, you عدنا will أضعه في ذات الجملة لاحظين will will you وكمل الجملة eat an apple يعني هل ستأكل تفاحة الإجابة كما قلنا yeah, ma, yes أو يكون عدنا no نرجع نفس القاعدة الفعل المساعدة الذي يسأل به أجيب به سألني be will أجيب be will يعني لا أفكر do, does لا لا أنسى خلاص بداية الجملة will أجيب be will will you yes I will no I will not I will not خلصنا مثلا هذا الجملة I have eaten an apple أيضا حول I إلى you عدنا have أضعه في ذات الجملة have you وكمل الجملة كما هي have you eaten an apple يعني هل أكلت سفاحة أيضا كما قلنا وجيب be yes أو no أيضا you حولها I يوجد في ذات الجملة have وجيب be have بدون تردد yes I have no I haven't خلصنا إذن بالمختصر فقط المضارع البسيط والمضارع البسيط نحتاج do does did باقي الأزمنة لا نحتاج الفعل مساعد موجود ضمن الجملة الفعل مساعد موجود ضمن الجملة لتشكيل السؤال فقط نضع الفعل مساعد في ذات الجملة هذه عليها دائرة نضع في ذات الجملة أثناء النفي فقط أضع بعدهم not السبب الثالث يساعدنا على نفي الجملة مثلا I eat an apple أكل سفاحة ويريد أن أقول لا أكل سفاحة أكتب I eat ممكن شخص يقول نضع not أو نضع not هذا خطأ an apple أو يضع not بعد الفعل أيضا هذا خطأ نحتاج فعل مساعد كما يقول بالنضارع البسيط هو do و does نضع قبل الفعل هي أصلة جملة I eat an apple لنفع الجملة فقط نضع don't هي أصلها do not اختصرها don't أنا لا أكل تفاحة بالمعضة البسيط كما نقول نحتاج did أيضا I تصبح didn't eat an apple كما قلنا بعد do does did رجع الفعل إلى صيغة المصدر يصبح eat I didn't eat يعني did حطانا عليها not ونترجمها لم باقي لأزمنا ما نحتاج أي شيء لنفع الجملة فقط أضع not I'm not was not have not had not أيضا had not will not will not will not would not would not إذن فقط نضع بعد الفعل مساعد not يكون نفاية الجملة بهذا الشكل النهايين درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه لماذا سمي فعل مساعد كما قلنا لدينا ثلاث أسباب يساعدنا على صياغة الزمن يساعدنا على تشكيل السؤال ويساعدنا على تشكيل النفي أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته